اللهم يسألك برحمتك التي وسعرت كل ما شاء وبقوتك التي قررت بها كل ما شاء وخضعها كل شاء وذل لها كل شاء وبعزتك التي لا يقوم لها شاء وبعظمتك التي ملأت كل ما شاء وبسلطانك الذي على كل ما شاء وبوجهك الباقي بعد خلال كل شاء وبأسلطانك التي ملأت أعكام لها كل شاء وبعلمك الذي أحاط بكل شاء وبنور وجهك الذي نظام له كل شاء يا نور يا أولى الأولين ويا أخرى الأرض الخريبين اللهم ألفل يذنوب التي تنزل النقام اللهم ألفل يذنوب التي تغير النقام اللهم ألفل يذنوب التي تحبس الدعاء اللهم ألفل يذنوب التي تنزل البلاء اللهم ألفل لي كل ذنب أذنبتها وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرم إليك بذكرك وأستشفع بك أهل نفسك وأسألك بجهودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكراك وأن تلهمني ذكراك اللهم إني أسألك سؤال خاضعا متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته هو أنزل بك عند الشدائد حاجته هو عظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك هو على مكانك هو خفي مكرك وظهر أمرك هو غلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوب غافرة ولا لقبائحي ساترة ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله سبحانك وبحمدك وبحمدك بقلوب صادقة بقلوب متجهة إلى الله ظلمت ظلمت نفسي وتجرته بجهلي وسكنت إلى قديمي ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترتها وكم من فادح من البلاء أقلتها وكم من عثار وقيتها وكم من مكروه دفعتها وكم من ثناء جميل لست أهلا له لشرتها اللهم عظم بلاءه وأفرط بسوء حالي وقصرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبسني عن نفعي بعد أمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها هو مطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما ملته في خلواتي من سوق فعالي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها روفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحدرس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي ليس لي سواك يا رب ليس لي غيرك يا رب كلما قصرت في حق نفسي وجدتك من جئي يا رب نكسوا روسكم إلى الأرض وقولوا بخضوع وخشوع هم معتذرات نادما هم منكسرا هم مستقيلة هم مستغفرا هم مستغفرا هم منيبا هم مقرا هم مضعنا هم توفرا لا أجد مفرًا مما كان مني ولا مفزعًا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإذ خالك إياي في ساعة من رحمتك جميعًا بأصوات واحدة بقلوب صادقة إلهي فاقبال إلهي فاقبال عذري وارحم شدة ظري وفكني من شدي وثاقي يا رب الحاب ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدى خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي كرمك وسالفي بركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهجابه لسانه من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدقة رافئي ودعائي خاضعاً لربوبيتك هيهات هيهات هأن تكرموا من أن تضيع من ربيتها أو تبعد من أدنيتها أو تشرد من آويتها أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمتها وليت شعري يا سيدي وإلهي مولا أتسلت النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك ما قادحا وعلى قلوبنا اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوار حسعت إلى ألطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا ظنوا بك ما هكذا ظنوا بك ما هكذا ظنوا بك عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكار على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاءه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرى هو جليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخصك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدة أم لطول البلاء ومدة فلئن صيرتني للعقوبات مع عدائك وجمعت بيني وبين أهل بنائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النهار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسموا صادقا لإن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيجا عاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا وليا المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غاية المستمين يا غاية المستمين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفة وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهلي توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مغلاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلفا من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه له إبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقى القلوب بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في أطقه منها فتتركه فيها حيات ما ذلك الظنوبك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من بركة وإحسانك فباليقين أقطاع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأنت خلدا فيها المعاندين وأنت جلا ثناؤك قلت مبتدرا ودطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوءون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه جميعا كل جرم وكل قبيحين أسررته وكل جهلين عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكونوا مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهداء لما خفيا عنهم هو برحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي وسيدي ومولايا ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا علي من بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولها وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنوى منك دنوى المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأراد ومن كاد لي فكاد واجعلني من أحسني عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لدايك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك واجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاء وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتها بدعائك وضمنت لهم الإجاب جميعا إلى آخر الدعاء فإليك يا ربي نصبت وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا سريع يا سريع يا ربي لما تشاء يا من اسمه وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغان يا دافعان يا نور المستوحشين في الظلام يا عالمان صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلما تسليما كثيرا صل على محمد وآل محمد شكرا لكم